وزير الدفاع أمر بتحريك المدمرة الحربية يو اس اس تومس هودنر ومقاتلات جوية من طراز اف خمسة وثلاثين واف ستة عشر إلى القيادة المركزية الأمريكية سانت كوم في مياه الخليج العربي للدفاع عن مصالح الولايات المتحدة وتأمين حرية الملاحة في المنطقة وتأتي هذه التعزيزات بالشراكة مع حلفائنا ردا على التهديدات الإيرانية في مياه الخليج وتهدف إلى تكثيف وجودنا هناك لرصد التهديدات المحتملة كما ندعو إيران إلى الكف فورا عن هذه التحركات المزعزعة لأمن واستقرار الملاحة في الخليج العربي